إلى تطورات الشأن السوري حيث انتشل أصحاب الخوذ البيضاء عشرين جثة بينهم ستة عشر طفلا قضوا خلال قصف النظام السوري على القطاع الشرقي من محافظة إدلب وأظهر فيديو نشر على الإنترنت أصحاب الخوذ البيضاء وهم ينتشلون جثة لأطفال في بلدة كفربطيخ كما شهدت جثث أربعة أطفال آخرين ملقاة على الأرض من جهته أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأرقام ذاتها وقال إن خمسة عشر قتيلا قضوا من عائلة واحدة